السلام عليكم ورحمة الله طيب الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلام في الطب في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن طفرة في عالم الطب طفرة في عالم الطب يعني كلنا بنسمعه بالنهار وبالليل في كل التلفزيونات بنسمع عن الكوركومين الكوركومين اللي بيمثل علاج لأمراض كتير جدا ومنها أمراض يعني دخل علينا اللي هي الأمراض الفيروسية وبيعالج مشاكل المناع كوركومين يعني ظهر في الفترة الأخيرة وكل الناس عرفاه ويعني يمكن أغلبنا بيستخدم الكوركوم في البيت في الأكلات بنحطه على الصلطة بنستخدمه في حاجات كتير جدا في بيوتنا الكوركومين هو مستخلص الكوركوم ده اللي هنتكلم عنه النهاردة يمكن صورة طبية الدليميلة البريطانية نشرت 500 دراسة وبحث بتقول إن الكوركومين بيقتل الخلايا السرطانية وبيوقف نموها ده بالنسبة للخلايا السرطانية لو تكلمنا إن الكوركومين بيعمل إيه في الكابت بيطرد السموم بيعمل حاجات كتيرة جدا حكاية الكوركومين حكاية كبيرة خلينا في البداية نرحب ضيف حلقتنا النهاردة اللي هيكلمنا عن حكاية الكوركومين وبييجي منين والفرق بينه وبين الكوركم بصراحة الكوركومين اختراع وصورة في عالم الطب خلينا نرحب ضيف حلقتنا النهاردة دكتور أيمن البلتاجي استشاري الطب التكميلي ومدير المركز الدولي للطب التكميلي دكتور حضراك منوارنا ومشرفنا كوركومين يا دكتور صورة وطفرة يمكن في آخر أربع سنين كل الناس بتسمع عنه ليل ونهار موجود في كل الفضائيات بتتكلم عنه بتتكلم عن الفوائد اللي بيعملها الكوركومين والأمراض الكتير اللي بيعالجها لكن خلينا في البداية نعرف يعني إيه كوركومين علشان الناس تبقى معنا في الصورة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا الأيام القليلة الماضية أصبح الحديث عن الكوركومين هوس فضائيات هوس للمرضى يعني طفرة علاجية فعلا هي رائعة عموما ولكن هو موجود من قديم الأزل يعني مش جديد ولكن تم استحداث الكوركومين لأن طبعا الكوركومين مشتق من الكوركوم والكوركوم طبعا كعشبة موجودة أو نوع من أنواع التوابل موجودة من قديم الأزل وبيستخدمها ناس كتير جدا طبعا فيه اللي كان بيستخدمها بدون ما يعرف القيمة بتاعتها هو كحاجة بيستخدمها في المطبخ وفيه اللي أدرك لبعض الفوائد الكوركوم وبدأ أن هو يتابعه كنظام علاج يومي في كلتا الحالات طبعا هو جاب نتائج رائعة مع ناس كتير جدا وطبعا أعلم ناس من سنوات كثيرة ما بيستخدموش غير الكوركوم وبدأ لما ظهر الكوركومين بدأوا يقبلوا على الكوركومين كفصيل أو كخلاصة من خلاصات الكوركوم لما وجدوهم من نتائج رائعة للكوركوم يعني دكتور الكوركوم والكوركومين إيه الفرق ما بينهم؟ الكوركوم هو الأصل ده موجود الكوركومين ده المادة الفعالة الموجودة في جزور الكوركوم يعني ده مادة فعالة موجودة يعني أكثر فعالية إذا كان الكوركومين إذا كان الكوركوم هيجيب معايا نتيجة في مرة دماء في خلال شهر الكوركومين يجيبها في خلال أسبوع بفضل الله فكده أصبح أن الكوركومين العامل الفعال الموجود والمؤثر في الكوركوم يبقى الإقبال عليه أصبح أفضل بكثير على أثناء أوصل لنتائج سريعة ورائعة ومرضية يعني أنا لو محتاج أخد كميات كبيرة من الكوركوم علشان يثبت فعاليته بالتالي أنا في الكوركومين بأخد كمية وليلة لأنه هو مركز كده أنا فهمت صحي كده طبعا يعني الطن الألف كيلو كوركوم بيخرج عشرة كيلو كوركومين على حسب الأبحاث الموجودة وعلى حسب فعلا اللي موجود في السوق ولكن طبعا هو مش موجود محلي هو طبعا بيستورد وبالتالي طبعا بأجهزة معينة عشان يطلع منه الخلاصة الجميلة الرائعة اللي موجودة فيه فالألف كيلو طلعه عشرة كيلو أصبح أنه طبعا فعال فعال مليون المئة بإذن الله طبعا دكتور يعني لو حد هيعمل سيرش عن الكوركومين هيلاقي كتير من الأمراض بيعالجها الكوركومين أو بيساعد على علاجها لو حضرتك تكلمنا عن الأمراض الشائعة في مجتمعنا دلوقتي والكوركومين اللي أثر علاجي فيها إيه هي الأمراض دي؟ تمام نلاحظ طبعا كلنا والأمر ده يعني كل الناس لمساه أمراض العظام زادت جدا في الآيام الأخيرة سواء بقى الروماتيزم، الروموتايد، خشونة المفاصل، خشونة الرجبة، مشاكل الغضريف، التهبات الأعصاب يعني مشاكل العظام بصفة عامة زادت جدا اللي طرق علينا جديد كمان في الأولنا الأخيرة موضوع نقص المناعة أو قلة المناعة اللي موجودة عند أغلب الناس طبعا دلوقتي بقى حديث المجتمع إزاي إن أنا أقوي مناعتي وأقوي مناعة أولادي خوفا وحرصا عليهم من الإصابة بأي فيروس من الإصابة بأي مرض يبدأ أساسي لكن الشائع جدا أو لذات جدا هو الموضوع العظام ومشاكل العظام سواء بقى ناتج عن خلل في المنظومة الغذائية سواء ناتج عن أسقال وأحمال أو طبيعة أعمال مختلفة عند بعض الناس المهم إنه طبعا موجود معايا دلوقتي مشاكل العظام كتير جدا جدا فبالتالي الكركمين لقى يعني نقول طفرة طبية ممتازة مع مرضى العظام بكل طواقفهم بمعنى إيه؟ إن أغلب المرضى العظام أقبلوا على الكركمين ببداية ظهوره وبالتالي لقوا نتائج مرضية جدا جدا بالنسبة لهم طب هل اقتصر الكركمين على الأمراض العظام فقط؟ لا طبعا الكركمين مفيد جدا جدا في أمراض كثيرة وأغلبها زي ما نقول إحنا قلنا أمراض العظام نلاقي طبعا الكركمين علاق فعال في القضاء على الخلايا والبؤر السرطانية الموجودة طبعا الأورام زادت من فترة برضو ما نعرفش إيه الوضع اللي موجود بالنسبة للمنظومة الغذائية عند بعض الناس ولكن هنقول دايما قلد أو قصور في جهاز المناع اللي موجود وصلنا لمشكلة كبيرة ألا وهي وجود أورام كتير ربنا يعافي كل مرضانا وبالتالي الكركمين لقى إيجابية عالية جدا في الحد من انتشار الخلايا السرطانية عند المرضى فلو اكتشفنا الأمر ده مبكرا كانت نتائج مرضية ولو إن المريض قبل ما يكتشف أنه عنده خلايا سرطانية واظب على تناول الكركمين أو تناول الكركم حتى قبل ما يكتشف الكركمين أعتقد بإذن الله مش هيوصاب بأي خلايا سرطانية دكتور اللي بيدور أو اللي بيبحث عن الأمراض اللي بيعالجها الكركمين حيلاقيها كتير جدا يمكن حضرك أنت من الأمراض العظام وبيقت الخلايا السرطانية وبيتكلم كمان الأمراض المناعية حنكمل لكن خلينا ناخد اتصال والسيد راجب من لقصر بسهل الخير والسيد راجب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتي ليك يا فاندي متهادي لديفك المحترم الضفر وخريقي الإعداد بالكامل يا فاندي أهلا بيك ربنا يبارك فيكم يا فاندي أنت بتمبعونا في حياة كثيرة يا فاندي ربنا يبارك في حضرتك ايه شاكوتك ايه شاكوت للدكتور أنا عندي بنتي حامل في الشعر السابع وبيجي لها الأنمية بتعفض خالص خالص كل ولادة بدليل ان خطروا تعايل قبل كده بسبب الأنمية يا دكتور تمام فعارض نصيحة يا ريتس يعني كده وأنا معايا العظم برضو تعبعني يا دكتور الله يبارك فيك يا سيخ ربنا يا عفيك وعفو عنك حاضر الله يبارك فيك وعمل عمل عملية طبعا أنا في توسيع في القنوات العظمية الشوقية وعندها ضريف بالعنقية وما جادلش أعملها تمام والله يبارك فيك يا ريت عزين إفادة منكم زي ما بتفدونا في كل حاجة يا دكتور الله يبارك فيكم ربنا يحفظك ويا عفيك حاضر علينا ربنا يشفيك ويا عفيك عم رجب شكرا ليك دكتور حيجاوب عليك دلوقتي يمكن عم رجب يعني سمعنا وإحنا بنقول إن الكوركم بيعالج حاجات كتير جدا فبيشتك أكتر من شكوها تمام حضرتك شايف إيه في حالة عم رجب بالنسبة للموضوع بنت حضرتك بما إن من خواص أو مكونات الكوركم الأصلية أصلا إن موجود فيه حديد فبالتالي يفيد في المرحلة دي طيب هل يفيد في المرحلة الأولية من الحمل لا نقش هذا الأمر يبقى يفيد في المرحلة الأخيرة منها في الشهر السابع زي ما حداك ذكرت يبقى تناول الكوركمين معاها في المرحلة دي زي أكيد طبعا هي ماشي على مجموعة علاجات من الأخصائي اللي بتتابع معاه هيفيد معاها جدا جدا بإذن الله تعالي يبقى ده حاجة بالنسبة لبنت حضرتك بالنسبة لحضرتك زي ما إحنا ذكرنا في أول حلقة إن طبعا الكوركمين مفيد لكل أمراض العظام إحنا قلناها في الأول وهو الأمراض العظام من الأمراض الشائعة وبالتالي هو هيقلل مع حضرتك الالتهابات الموجودة النتجة عن ظهور الغضريف وضيق القناة العصبية وبالتالي التناول المستمر مع الراحة لحضرتك اللي موجودة بما إنه أصلا مضاد التهابات وبرضو فيه نسبة تسكين للألام ممتازة وطبيعية بدون أي مشاكل على الكلية يبقى بالتالي هيدي لحضرتك نتائج فعالة بفضل الله تعالى مع المواصبة على الكوركمين بإذن الله على الأقل مرة الصبح ومرة بالليل إن شاء الله ربنا يكتب لك الشفا عم رجب دكتور الأمراض اللي بيعالجها الكوركمين يمكن مجموعة كبيرة من الأمراض حضرتك ذكرت بعضها عايزين حالك تكمل لنا بقى الأمراض اللي بيعالجها الكوركمين تمام الكوركمين زي ما احنا قلنا طبعا لحضرتكم هو أشياء أمراض العظام الأورام السرطانية من الأشياء الجميلة أو لنا يعني أنا برحب بها قوي في استخدام الكوركمين أو بنصح بيها هي تقوية جهاز المناعة طبعا إحنا بمر بمشاكل كتير من خلال ضعف جهاز المناعة سواء عند أطفالنا أو سواء عند الأباء والأمهات المراحل العمرية المتقدمة على أساس إيه؟ طبعا إحنا عارفين إن السن ليه وضع معين كلما زداد طبعا بدأت المنظومة الغذائية تقل عند سواء بقى الأب الأم الجد بالتالي بيبقى إصابتهم دايما بأي أمراض مناعية بتكون سريعة شوية ربنا يعافيهم جميعا فبالتالي لو إحنا واضبنا على إن الكوركمين يكون أساسي عندنا أو عنصر أساسي معنا يعني منظومة يومية في حياتنا أعتقد إنه هيرفع معي جهاز المناعة كويس جدا جدا ده بالنسبة للمناعة زد طبعا إن الكوركمين علشان وجود الألياف اللي موجودة في الكوركم أصلا فبتحمل عملية تنظيم لحركة الأمعاء نلاقي طبعا هنقول السمنة اللي موجودة لو نراحز كده يا جماعة مرضى السمنة تلاقي دايما عندهم مشكلة في القولون ومشكلة القولون طول ما هي قائمة ما فيش نزول في الوزن نركز على الموضوع ده كويس يبقى إحنا لو زبطنا موضوع القولون والمعدة هنلاقي الدنيا كويسة جدا جدا مع مرضى السمنة الكولوسترول الدون السلسية مقاول القلب مقاول النظر بيعالج أمراض كتير جدا جدا بيعالج أمراض الزاكرة والزهايمر يعني يفيد معانا في عمليات نمو الأطفال إن أنا يعني كعامل مساعد إن أنا يبقى عندي نمو الطفلي بدون ما لايأ أي عوائق تقابله في الطريق يعني يمكن يا دكتور هو حضرك بتقول إنه هو مفيد في علاج الزهايمر هو طبعا الكوركومين منشأه من الهند أو الصين أو الدول دي يعني الهنود بيستخدموا الكوركومين بطريقة منتظمة ففي دراسات بتقول إن الكبار السن في الهند عندهم نسبة الزهايمر أقل لنسبة بالنسبة للعالم كله علشان هم بيستخدموا الكوركومين باستمرار وده تأكيد لكلام حضرتك من الأمراض المناعية دكتور اللي بتصيب الجسم وبيقضي عليها الكوركومين لو حضرك تكلمنا عن الموضوع ده الأمراض المناعية بينتج عنها أو الخلل في جهاز المناع بينتج عنه الإصابة بمرضى السكر الإصابة بالصكر الإصابة بالروموتويد الإصابة بفيروسات الكبد الـ.A.U.S.C. الإصابة بأي فيروس عموما طيب بالتالي لو احنا وظبنا على تناول الكركم او الكركمين طبعا دلوقتي خلاص مش هنقول الكركم ولكن هنقول الكركمين عشان اشد فعالية يعني بدل ما هاخد في اليوم كم علاقة من الكركم لا بدل ما هاخد جرام من الكركمين كل يوم على الرئي الصبح يبقى ده كويس جدا بالنسبة لي يبقى لو انا عملت كده هيقلل من عدوس الامراض المناعية اللي احنا ذكرناها وبالتالي هينشط البنكرياس مش هيكون عندي مشكلة في السكر هذه واحدة الحاجة التانية هيقلل الاصابة بالروموتايد عشان الناتج عن الاتهابات المفصلية يبقى هيساعد معي كتير بالنسبة للروموتايد هيعمل عملية حاجز بالنسبة للاصابة بالفيروسات الكبدية او التاب الكبد الوبائي يبقى اصبح معي كده حاجة بسيطة ان احنا بنستخدمها هتقيني من مشاكل كبيرة جدا جدا هتصرف عليها كتير قوي وفي نفس الوقت قائمة بالنسبة لي يعني معظم الامراض المناعية تقريبا ما لها علاج لا هو الامراض المناعية لها علاج قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله من ده إلا وجعل له الدواء علي ما هو من علمه وجاه له من جاهله صلى الله عليه وسلم يعني صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم الروموتايد ده دكتور من الامراض الصعبة علاجها كل حاجة لها علاج والروموتايد بيتعالج تماما بفضل الله يعني مش هنقول ما فيش بس الناس خدت طبيعة ان في امراض او بعض امراض ما تتعالجش يعني كان عندي حالات الروموتايد قريب يقول ليه؟ احنا كنا بنتعالج والدكتور قال الروموطيد ملوش علاك احنا بنعمل عملية تظبيط للروموطيد ان يفضل موجود لأ طبعا يعني افضل قد للمريض كورتوزون طول عمره عشقات الناسيب الروموطيد موجود ده بورتوكول علاجي موجود يا دكتور اللي هو يعني بيحجم المرض لكن مش بيقضي عليه تمام ده ده اللي موجود ده اللي متعرف عليه حضراك بتقول ان احنا بالكركمين ممكن مضايا اختلف بس اه طبعا والكركمين هيبقى واحد من ضمن العلاجات اللي موجودة ولكن واحد فعال او علاج اساسي موجود لان انا لو قويت جهاز المناعة معايا بدأت اقضي على التهابات الموجودة او التهابات الطرفية اللي موجودة او التهابات العصابي اللي موجودة الناتج عنها اصلا روموطيد يبقى اصبح معايا دلوقتي ان ده عامل مساعد وفعال في نفس الوقت للقضاء عليه جرع بقى واستخدامه قد ايه في حالات امراض المناعة في امراض المناعة طبعا خلاص المريض اصيب بحاجة معينة نتج عن خلل في جهاز المناعة بالتالي في الحالة اللي زي دي انا ممكن اديره جرام في الصباح وجرام في المساء مع مثلا كوب حليب ده لو المريض ما بيتعرضش مع الحليب مع الحاجة دي او مع كوب مية هاشربه طيب ممكن اخده كمان كجرام واحد موجود على الحليب او المية مرة واحدة في اليوم ده ده للمرضى اللي هم عندهم وسطية معينة ما عنديش حاجة مزمنة ان انا اقدر اتفاعل معاه يبقى كده كويس جدا معايا اللي ما عندوش تماما وعايز ان هو يستمر عليه يوميا ممكن يوميا يخد لي بس مقدار ده وفيه طبعا بعض من الشركات نزلت الكابسولات مثلا بس الكابسولة مقدارها قد ايه موجود فيها ايه انا طبعا ما اقدرش نقول في الكلام ده لكن انا عندي كركمين موجود حر قدامي عارف انا باخد مقدار قد ايه ويقدر الاخصاء اللي موجود حيقول لي مقدارك قد كده في اليوم يعني حضرك بتقول مثلا اتنين جرام ده بالنسبة للي هو عنده الامراض اصلا او جرام للي عاوز يحافظ سواء كان حياخده يعني حياخده كركمين حر بدون كابسولات او لو الكابسولات فيها يعني حجمها معروف جرام او اتنين جرام ياخد مرتين في اليوم طيب اه دكتور الامراض المناعية حضاك تكلمت عنها الامراض الفيروسية ويمكن احنا دلوقتي بتهجمنا مجموعة فيروسات صعبة جدا فهل الكركمين فعال في الامراض الفيروسية اه طبعا هو طبعا فيه مواد مضاد الاكسادة وهو كمان يعني يعتبر انتفيروس كمان وبالتالي لو وظب عليه الفرض العادي وبركز عليه دي قوي سواء لك او لأولادك معنديش مشكلة اهوان ومعنديش اي امراض لو وظبت عليه يوميا اعتقد بفضل هيكون وقائي جدا 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 لعدم الاصابة باي امراض مناعية دي حاجة معنى ان هو انتفيروس موجود او مضاد اكسادة بالتالي هيهاجم اصلا اي فيروس موجود مع الموظبة عليه في حالات الاصابة باي فيروس موجود يبقى دايما بنصح مرضى الكبد يا جماعة اولا هو مركب امن مليون في المية مفيش اي ساعة افكت تماما واعتقد ان كلنا حتى مرضى الكبد مرضى القلب مرضى السكر اي مرضى لو تناول الالياف اللي موجودة في الكوركم العادي ملاش اي افكت بالنسباله طب لو اخد بقى البيور والخلاصة اللي موجودة للكوركمين اعتقد هيكون ممتاز بالنسبالك على الاقل وانت مريض هيقوم معك جهاز المناعة تبدأ تهاجم الفيروسات اللي موجودة عندك وتبدأ تقضي عليها او تقوى عليها بفضل الله تعالى يبقى دا امن جدا لكل مرضى الكبد مرضى التهاب الكبد الوبائي مرضى الكانسر بانواعه على اساس مايجيش مريض في حالة متأخرة يعني الموضوع تفاقم ربنا يعافي الجميع وقول لا انا اخدت الكوركمين على طول هو انه مافيش نتيجة طب انت فين من الاول ما انت عارفت بقى لك شهرين تلاتة ان فيه مثلا كانسر موجود ولا حاجة بتبدأ تاخد منه هيساعد الاطباء اللي بيتابعهم معك على ان يقوم معك جهاز البناعة يبقى تدير تتهاجم المرض اللي موجود يعني دايما لو استخدمنا العلاج من البداية او زي ما بنقول الوقاية خارق من العلاج لو بدأت ان انا عالج نفسي بان انا عاقي نفسي من الامراض ده افضل دكتور خلينا ناخد الاتصال مننا من القاهرة ونكمل كلامنا مع الكوركمين يمكن الكلام مع الكوركمين تقريبا مش بيخلص لانه حاجة طفرة معجزة طبية معجزة علاجية امينة جدا وما لوش اي عثار جانبية خلينا ناخد الاتصال استاذة مننا مساء الخير مساء الخير يا فندم اه ازاي حضرتك والدكتور طبعا من اول قناة الصحة والجمال الله يكريميك يا فندم ازاي حضرتك ايه ايه انا يا دكتور مامتي عندها رومطايد على الجسم كله تمام تمام بس ايه عندها شريان مزدود تقريبا في القلب وعندها الكابت بيفرز افرازات سريعة جدا وعندها كمان مشكلة في المناعة اكيد طبعا طبعا ما في رومطايد وفي مشكلة في الكابت هيكون فيه خلل في جهاز المناعة اكيد طبعا بالنسبة للمنتج اللي حضرتك منزله ينفع مامتي تاخد منه ولا هيسبب لها اضرار اكتر لا طبعا هو مش هيسبب اي اضرار تماما لانه امن جدا جدا حتى لو في حالة متأخرة للمريض ربنا عافيها يا رب بازن الله حتى لو مريض حالته متأخرة ايا كان سبب الحالة المتأخرة مالوش اي اضرار تماما يا جماعة الكوركمين امن جدا جدا لكل مرضانا مع اختلاف تنوع المرض اللي موجود يعني ان ما كانش ايجابي مش هيكون سلبي ولكن برضو مع عدم الافراض في الجرعات مايجيش مريض مثلا في حالة واقول معاه ان احنا هندي جرعات باكسر عشان يدي النتيجة يعني استوزة مننا بنشكرك وبنتمنى الشفاء العاجل لولدتك ان شاء الله دكتور يعني مشكلة مركبة كبد ومناعة وطبعا روماتيودي وبا مناعة الحالات دي يعني الكوركمين فعال فيها وبينجز فيها في العلاج اكيد طبعا ويعني بطمن حضرتك يعني بكررها تاني ان الكوركمين عنصر امن جدا جدا لانحب نستخدمه من زمان جدا يا جماعة وما حصلناش اي مشاكل طيب لما جلنا البيور منه او جلنا الخلاصة بتاعته اعتقد هتكون اشد امانا من العشبة الاصلية اللي هي الكوركم وبالتالي بالنسبة للحالة اللي زكرت من قليل طبعا مفيش مشكلة على الكابت تماما هو هينظم كمان حركة افراز الكابت او كان في اي مشكلة في الكابت بيبدأ يتفاعل معها بالنسبة للقلب اذا كان فيه انسداد زي ما حضرتك قلتي هو كمان يعني بيساعد في بوضوع الكوليسترول والدهون السلسية وبالتالي بيخف العبء على القلب اللي موجود او بيخف الحملة عليه يبقى كده اداني نتيجتين مزدوجتين بالنسبة للروموطايد احنا ذكرناها في اول حلقة انه طبعا من الامراض المناعية والامراض العظام الموجودة طبعا وطبعا حضرتك ذكرت انه في الجسم كله يعني ربنا يعافيها اكيد بتتقلم جدا من مشكلة العظام او مشكلة الروموطايد بالذات يبقى نواظب على الروموطايد بالنسبة اصلا كمان للمريض الروموطايد نواظب على انه ناخد من الكركمين مرة الصبح ومرة في الليل حتكون نتيجة ممتازة بازن الله الاكلات او النظام الغذائي المتازن لمثل هذه الحالة اعتقد هنلاقي نتيجة ممتازة وهتبان مفعولها سريعا وعلى الاقل في اسبوع باذن الله يعني يا دكتور بنتمنى شفاء العجل لكل الناس حضرك ذكرت ان الكركمين هو مضاد الفيروسات وبيقوي المناعة وبيقضي على امراض كتير جدا لكن ممكن حد دلوقتي هو بيتفرج بيسمعنا يقول يعني هل لوانا بقى اخدته بافراط يعني افراط في استخدامه هو كويس وكل حاجة لكن هل الافراط في استخدامه كويس ولا بيدي اثار عكسية طبعا لا مش كويس ولذلك بننصح به الحوامل او الحامل بلاشه على اساس بيعمل برضو بعض المشاكل بالنسبة لهم طبعا ما نقولش عشان هو امن جدا جدا يبقى برضو ايه نفرط فيه لا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الامور متوازنة يبقى مع عدم الافراط يبقى كل شيء بمقادير معينة وهو ده فر العلم من العشوائي بمعنى لما تروح لأي حد بتقوله كوركومينو اه خد انا اعطيلك 100 جرام لو قدرت تاخد منهم نصهم في اليوم خد هو متقد انه بالفوائد الجميلة كل ما اكسر منها هتديني قيمة اعلى لأ طبعا يا جماعة كلام ده طبعا منافع علميا والدليل ان شركات حتى بتصنع لحضرتك الدواء بمقادير وبالميلي جرام على اساس ما تزيدش منظومة عن منظومة عشان تطلع لك منتج آمن ما يبقاش فيه اي اضرر بالنسبة لك ولا اضرر على صحيح ابن بيروح الدرس وبيروح المدرسة وبدله دروس وما بتأخرش عنه في حاجة لكن مستوى ضعيف ومش بيحصل كتير الكوركومين المعجزة اللي احنا بنقدمه النهاردة هيحل مشكلة التحصيل الدراسي عند الاطفال تمام احنا قلنا من شوية ان هو اصلا للزاكرة كمنشط عالي جدا جدا في السن الكبير المتقدم يبقى مع الاطفال هينشط زاكرة كويس جدا هيساعد طفلك على كسرة التحصيل والحفظ بيعمل عملية تنشيط زهني ممتازة ليه؟ لانه يا جماعة بيعمل على ازابة الكوليسترول ودهون سلاسية بطريقة مبسطة جدا 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 بدون ما يحصل اي مضاعفات منها وبالتالي يبقى هيدين للطفل ده ايه؟ نتائج ممتازة بالنسبة له يعني معنى زلك ان هو هنشط زاكرة الاطفال اه طبعا هنشط زاكرة الاطفال مع المواصبة عليه لو مرة في اليوم هيكون ممتاز يبقى انا لو زبت كمنظومة ان انا اعمل له كوبات حليب مع عسل مع كوركومين اعتقد هيكون زاكرة فلازية باذن الله وربنا هيوفقهم جميعا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان يقولنا دكتور ان هو مقوي للمناع ومضاد للفيروسات حضرتك شايف الفترة اللي احنا فيها دي موضوع الفيروسات وفيروس كورونا والبرد والحاجات دي كلها الكوركومين بيعمل ايه في الفيروسات اللي هي من قسرة البرد والكورونا والحاجات دي؟ تمام اي فيروس يا جماعة احنا قلنا ان هو انت فيروس كمان ومضاد اكسادة ومقوي او منشط لجهاز المناعة يبقى اعتقد ان عندي لما يكون اي فيروس موجود بتحتمل معايا هذه المنظومة العلاجية ان انا اقوي جهاز المناعة ان انا اهاجم الفيروس اللي موجود ان انا اعمل برنامج او منظومة غزائية على اسنين يتقدم عايا على الفيروس ايا كان هو مين؟ يعني الفيروس ده ايه؟ سواء فيروسات كابد فيروسات انفلوانزة اي فيروسات موجودة طيب الكوركومين اصبح معايا ان هو كمقوي الجهاز المناعة ومضاد فيروسي ومضاد اكسادة يبقى بالتالي هيديني نتيجة ممتازة معايا في هذا الامر طيب ده ده في حالة ايه؟ ان انا مصاب بفيروس فعلي ان انا ابدأ فيه يعني هيبقى عامل مساعد معايا دايما الجماعة اللي عندهم نزلات برد نقول لهم اشرب سوائل كتير واشرب حاجات دافية كتير طيب انا ليه يا جماعة ان انا افضل لغاية ما اصاب بالامر ده هل معنى زيك ان فيه ناس ما تصابش بنزلات برد؟ اه فيه ناس ما تصابش بنزلات برد وتصابش بالتهاب كابد دي وباقي طيب تصابش باي حاجة بفضل لا ربنا عافي الجميع ويكون الكل كده طيب لو انا عملت ده يبقى الوقاية زي ما حضرتك زكارت الوقاية خير من العلاج يبقى انا لو هقوم بمنظومة بسيطة من تناول الكركمين في اليوم اعتقد هتبقى معايا وقاية ان انا اصاب خاصة زي ما حضرتك زكارت ان احنا دلوقتي فيه اعراض فيروسات موجودة ومشاكل وداخلين كمان على فصل الشتاء فطبعا نعمل ايه؟ تبا نعمل وقاية لبدل ما نقعد في الفرشة اسبوع واثنين وعندنا مشكلة لا ده فيه ناخد فيتامينات ايه ناخد مضاد حيوي ايه وحاجات طبعا الجماعة بيبلغوا قوي اللي عندهم برد بيبلغوا قوي في الموضوع ده انا اخد مضاد حيوي عشان البدل طبعا انا بدل ما اديك مضاد حيوي بدل ما انت بويتك طبيعي بدل ما مضاد حيوي معاك ومضاد فيروسي ومضاد اكسادة يبقى انا عملت لك منظومة كاملة فضل اللهوة انا مش عملتها انا يعني بنقول ايه وصلناها لك او رب رصحنا وتعالي عملها لما ولكن ايه اديه لك منظومة علاجية ومقننة يعني كانت شائعة في القدم وكانت بتستويق الى الان عاتي عشوائي اقدر اشرب من الكوركم كيف اشاء احطه على التوابل بتاعتي اعمل منه اي حاجة ده موجود طيب كنن هذا الامر دلوقتي واصبح انه عندي كوركمين بمقادير معامة تم ناخد منه حاجة بسيطة وجميلة وبيور وكويسة قوي بدل ما اعود ااخد كم علاقة في اليوم وابدأ اتدايق من الالياف اللي موجودة معاه وامتصاص غريب وامتصاص بطيء وكده لأ تم ناخد حاجة بسيطة جرام او جرام ونصف في اليوم هيدينه القايا جميلة جدا هقضي فصل الشتاء امن بفضل الله انا وقصرتي ما عنديش فيروسات ما عنديش نزلات برد انا طبيعي يعني دكتور الكلام عن الكوركمين يمكن مش بينتهي لان الموضوع منتج مفيد الكوركمين مستخلص مفيد جدا وملوش اي اثار جانبية واحنا عشان بقى نجمع الحسنيين الناس اللي بتستخدم الكوركم اللي هو في الاستخدام اليومي كتوابل يعني هو يستخدمه على الاكل ماشي يستخدم الكوركم على الاكل على الصرطة في الاستخدام اليومي مفيش مشكلة لكن لو كان استخدام علاجي علشان هنحتاج كمية كبيرة فنستخدم الكوركمين اللي هو امن وفعال ومنتج طبيعي 100% وملوش اي اثار جانبية دكتور يعني الفقرة الاولى من كلام في الطب انتهت مع حضرتك وان شاء الله هنكمل البرنامجنا وحناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا في كلام في الطب عزيزي المشاهدين فاصل صغير بعد الفاصل هنكمل كلامنا في كلام في الطب وكلامنا بنقدم فيه حلول بسيطة لمشاكل كبيرة خليكم معنا وهو تروح بعيد فاصل وبعد الفاصل نلتقي من جديد اهلا بكم من جديد عزيزي المشاهدين مكملين معاكم في كلام في الطب وفي الفقرة دي هنتكلم عن مشكلة بتهم نسبة كبيرة من الاسر المصرية نسبة كبيرة من الاسر المصرية سواء كان زوجين مقبلين على الزواج او الاسرة اللي فيها اتنين متزوجين حديثا يعني الموضوع في الفقرة دي بيهم كل الناس دي كل الناس اللي بتحلم يكون عندها اطفال وعندها مشكلة ممكن تكون مؤقتة وممكن تكون هما شايفينها كبيرة لكن احنا في كلام في الطب شايفينها مشكلة بسيطة لان احنا بنقدم لها الحل البسيط في الفقرة دي هنتكلم عن سبيرم برو سبيرم برو منتج متكامل للقضاء على مشاكل ضعف الخصوبة وكمان بيحافظ على الخصوبة علشان ما يوباش عندنا مشكلة لا مؤقتة ولا مشكلة دائمة خلينا نرحب مرة تانية بدكتور ايمان البلتاجي استشاري الطب التكميلي ومدير المركز الدولي للطب التكميلي يعني دكتور منورنا ومشرفنا بنا موضوع ضعف الخصوبة عند الرجال من الحاجات اللي الناس بتبقى شايفها كبيرة لكن ممكن يكون الموضوع سهل وبسيط خلينا في البداية نتكلم عن الحاجات اللي بتسبب اصلا ضعف الخصوبة يعني الناس تبقى عندها مشاكل ايه بتقدي في النهاية لضعف الخصوبة تمام طبعا موضوع ضعف الخصوبة بقى برضو يعني ايه موجود او ظاهرة موجودة يعني بتمر كتير يعني كان قبل كده الموضوع كان بسيط قوي دلوقتي ممكن بقى عشان قصرة الاعداد وتزايد المستمر فبدأ نلاحظ الموضوع ده وبدأ الاقبال عليه ما كانش يعني دلوقتي قبل كده كان فيه ناس تنتظر سنتين وثلاثة من الزواج ويبدأ يبحث عن الموضوع ده دلوقتي بدأ من شهر او شهرين بعد الزواج بدأ يبحث انا لسه ربنا مساهلش ليه يعني فطبعا مفروض ان ناخد بالنا ان فيه عامل تغير بتحدث بالنسبة للزوجة من فترة ان هي كانت انسة وبقت مدام وفيه اضطرابات معينة وفيه اختلاف في الدور الشهرية فيه مشاكل كتير بتطرق فما نبدأش بقى ايه جاري من الوقت ده ولكن الناس من اللي شافته بدأوا يبحثوا عن الموضوع ده بسرعة عايز اوجز فيه عايز اشوف انا ايه المشكلة اللي عندي انا متأخر ليه كده بعد ما بيبدأ بالفحص طبعا فيه اطباء بتجيب من الاخر وتعمل ايه على طول للزوج تحلس المانوة بسرعة على اساس يشوف ايه مشكلته الاول ودي طبعا مهمة جدا بالنسبة للجميع يبدأ يشوف التحليل نلاقي فيه مشاكل كتير الشائع بقى واللي انا عايز يعني اقوله لحضراتكم ده مش عيب يعني لو انا ربنا ما منش علي بزرية مش عيب ومش حرام ده امر ربك في نفس الوقت لو عندي مشكلة عندي عدد بسيط عندي حركة فيها مشكلة عندي ايه تشوهات عندي ايه مشكلة موجودة مش حرام ما ده مش قلق لا ده ابوي مخلف واخواتي مخلفين يعني دي مشكلة لا وفي مشاكل اثري كتير بتحدث من جراء هذا الامر بمعنى ايه انه لا انا مش حلل انا الحمدلله ابوي مخلف كتير واخوي مخلف كتير لا مش كده خالص العلم تقدم والدنيا تطورت المفروض دلوقتي كل شيء نرجعه للأساس الطبي والأساس العلم المهم بالنسبالك فنلاقي عند اغلب الازواج مشكلة في ضعف الخصوبة تنتج او تنجم عن ايه بالنسباله نلاقي مفيش عدد سفر عدد بسيط انا عندي مثلا نورمل موجود معايا من 20 مليون حيوان منوي يبدأ يتم معايا او نتكلم في مسألة الاخصاب يعني طيب ما عنديش عدد موجود عندي عدد بسيط يبقى دي مشكلة عندي حركة ضعيفة عندي حركة ما فيش تماما عندي دوالي في الخصية او دوالي في الخصيتين عندي خصية معلقة عندي اغتشح في خصية عندي التهاب موجود اه عندي تشوهات في نسبة صديد موجودة يبقى دي كلها عوامل بتؤثر اه اه تأثير بالغ على اه ضعف الخصوبة طيب في الحالة اللي زي دي ايه المتبع هم شيء انا يعني مش باشمل ده للفئة المتعلمة او المثقفة فقط لا كل واحد الوقت بيسأل الطبيب بتاعه والطبيب تلقائي بيقول اه انت عندك كذا او عندك مشكلة في كذا يبدأ هو كمان بيقوم بالبحث عن المشكلة بتاعت سواء بقى على النات او سواء انا عند طبيب اخر انا عندي مشكلة كذا وتلاقي ايه بيتكلم طبيعي جدا الدكتور قال لي ان عندك ضعف في العدد ضعف في الحركة عندك تشوهات يا دي الخارة الموضوع بالنسبة لك فين العلاج دي المشكلة يبقى اصبح دلوقت ان انا بصرتك بالامر ده ان عندك مشكلة معينة ولكن اخدت علاج وما فيش نتيجة لسه ربنا ما ازنش يبقى انت دلوقت ساعيت انت تاخد العلاج بتاعك ولكن لسه منتظر النتائج من ربك سبحانه وتعالى يبقى كده احنا عرفنا السبب اللي موجود طب نعالج السبب بايه؟ دكتور قبل ما نتكلم عن علاج السبب يمكن حضرك طرحت نقطة مهمة جدا واحد عنده مشكلة بس في نفس الوقت يقولك انا اهلي كلهم مفيش حد عنده مشاكل في الخصوبة انا تمام انا ما عنديش اي مشكلة ده بينتج عنه بقى تأخر في العلاج ايه عواقب او خطورة التأخر في اكتشاف مشكلة ضعف الخصوبة؟ هو مش في ضعف الخصوبة فقط اي مرض موجود او اي خلل موجود عضوي عند اي انسان لما اسيب المشكلة ايه كانت صغيرة لما اسيبها اكيد هتتفق معي وده اللي هنقوله دلوقتي في نقطة مهمة جدا جدا طيب يبقى دلوقتي انا عرفت السبب من النقطة ده له وربنا سهله وراحه ويعرف السبب لكن بيكابروا انا ما عنديش فعل هو عنده مشكلة وده طبعا بينجوا معانها مشاكل كتير جدا وممكن يحدث لقدر الله طلاق وانفصال ويتزوج من اخرى وميبوحش بالامر اللي عنده ويحدث نفس المشكلة طب ليه ده مش عيب ومش حرام انت عرفت مشكلتك يبقى ابدأ ابحث عن السبب قصدي ابحث عن العلاج اللي يعليك للسبب اللي عندي دي مش عيب بالنسبالك لكن ان انت تتكاسل او يعني يحصل لك نوع من الكبر ان انت دي بالنسبالهم عيب ده مشكلة ان انا كون عندي مشكلة في تأخر الخصوبة ازاي ان انا ما خلفش مثلا طب في الحالة لزي ايه المشكلة اذا كان عندي عدد مثلا مليون ولا اثنين ولا ثلاثة ممكن يبقى زيره وتبقى هزه ترجع تاني في مشكلة عندي مشكلة التهاب ولا في مشكلة ارتشاح في الحبل المنوي او التهاب موجود او في الخصية عندي دوال بدرجة اولى هتبقى تانية وتالتة وربعة طب ليه ما تبدأ تبحث عن السبب وتعالجه يبقى هو ده ايه اللي احنا بنسعى ايه ليه دلوقتي تعرفت السبب اللي عندك اسعى العلاج العلاج بقى اللي هو متمثل في سبيرم برو اللي هو زي ما قلنا انه هو بيحافظ على الخصوبة وفي نفس الوقت مشاكل الخصوبة بيقضي عليها تماما حضرك لو تكلمنا عن سبيرم برو وازاي هو حل بسيط وامن وفعال للقضاء على كل مشاكل الخصوبة تماما من القديم اوي يا جماعة والشائع في علاجات تأخر الخصوبة او ضعف الخصوبة دايما الطبيب بيعطي مكملات غزائية ليه انتاج الحيوانات المنوية محتاج لدافع قوي جدا جدا عشان يحفزها ويزود منها ويزود من حركتها ونشطها طيب يعني الطبيب بتاعك بيعطيك المنظومة الغزائية والدوائية الناجحة بفضل الله في المتمثلة في مجموعة فيتامينز اغلب الفيتامينات بيكون درجة الامتصاص بتاعتها ضعيفة بمعنى انها تتفاعل مع اكلات معينة مع مشروبات معينة مع منظومة حياتية انت بتمر بيها وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انتصاص ضئيل بالنسبة لك او ضعيف طيب لو انا بقى كسفتلك الامر ده بفضل الله وعملتلك منظومة في سبيرما برو هتلاقي كل العناصر او الفيتامينز اللي موجودة لزيادة العدد وكسرة الحركة والقضاء على الاتشوهات واللزوج اللي موجودة عملتلك كلها في قرص واحد يبقى اصبح ان السبيرما برو هو قاضي باذن الله على مثل هذه الامور وبالتالي ايه اللي يحدث مع حضرتك؟ انا دلوقتي وفرت عليك البحث كتير دلوقتي كله بيجيب حاجات انعنت ويقول اه ده انا جبته وجابت النتيجة العكسية على فكرة مش كل اللي انت تبحث عنه وبتلاقيه يبقى ده عليك قاطع ليه؟ انا بنقل من ده وده بياخد من ده وده بياخد من ده يعني ممكن تتوارس وتتناقل ما بين معلومة هي من الاساس خاطئة وبالتالي كل الناس استخدموا يكون خطأة والله كتير بيقولوا احنا جبنا وصفة من اعلانات للشعر سقطت الشعر جبنا كذا عملت كذا يعني يمكن يا دكتور الموضوع الخصوبة وموضوع ضعف الخصوبة مش محتاج ان انا جرب حاجات يمكن يعني يمكن تنفع ويمكن ما تنفعش يعني احنا بنقدم حاجة بتاعت اشراف طبي وامنة يعني مفيش ده ان احنا نلجأ بقى الوصفات وفي الاخر الوقت مش في صالحنا لان احنا قلنا ان التأخر اصلا في العلاج ممكن يفاقم المشكلة والمشكلة تجبر يعني دكتور سبيرمو برو زي ما قلنا هو بيحافظ على الخصوبة وفي نفس الوقت بيقضي على كل مشاكلها دور سبيرمو برو في الصحة العامة والنشاط العام بالنسبة للرجال تمام هو بمعنى ان احنا نقول ان سبيرمو برو مجموعة او مكون من مجموعة فيتامينز طبيعية اعتقد مفيش فرض فينا اللي هو محتاج مجموعة الفيتامينات اليومية بالنسبة له طبعا مش هقوله الاطفال مش هعطيه الاطفال عشان هنقول طب ما الاطفال عايزة فيتامينات لا طبعا مش هديه في السن ده ولكن انا بقول للمرحلة العمرية اللي هي تتراوح من مثلا العشرين سنة او من 18 سنة لما اعلى فده طبعا بالنسبة له محتاج مجموعة فيتامينز طيب يعني انا حفظت عليه كمنظومة دوائية يومية هيديني الطاقة اللي انا عايزها هيديني الفيتامينات اللي الجسم محتاجها اليومية وبالتالي انا كده ده بعيد عن موضوع الخصوبة او مشاكل ضعف الخصوبة ده انا بتكلم فيها عن الافراد العاديين اللي محتاج فيتامين معين خايف يشتري فواكه معينة تكون فيها هيرمونات يكون فيها كيميكالز موجود تعمل له مشكلة لا ده انا عندي قولون ده انا باخدش حاجات ده انا اكلت فاكه عملت معايا مشكلة وانتفاخات طيب انا اخد الاسبيرمو برو هيقضي معايا على مشكلة نقص الفيتامينز للفرض الطبيعي هاخد الاسبيرمو برو هيقضي معايا على مشكلة العدد والحركة بالنسبة للي عندهم ضعف في الخصوبة هاخد الاسبيرمو برو هيقضي على التشوهات باذن الله هاخد الاسبيرمو برو هيقضي معايا منظومة غزائية متكاملة ومتوازمة للفرض اللي هو عنده ضعف في الخصوبة ومحتاجها يبقى اصبح ان الاسبيرمو برو هيديني طاقة ونشاط وحيوية كفرد عادي اسبيرمو برو هيعالج معايا حالات ضعف في الخصوبة بكل انواح دكتور يعني في الوقت يمكن انتهى لكن عايز قبل ما نختم الحلقة نتكلم عن العادات اللي لازم نقلع عنها علشان اسبيرمو برو يبقى فعاليته اكبر تمام اما عالج يا جماعة السبب دايما ننظر الى المسبب ايه اللي اداني الامر ده الطبيب بتاعك بيقولك ان انت عندك مشكلة في التشوهات نتيجة عن او نتجة عن اللزوجة او نتجة عن الصديد اللي موجود ما تتناولش الاشياء اللي فيها ملح زايد الحوادق والمخللات الحاجات اللي زي كده طيب عندك مشكلة دوالة في الخصية ما تعودش كتير او فترات طويلة وابدأ حرك نفسك علشان خاطر نبدأ نعمل او تنشيط وتدليج دوري مثلا لمنطقة البروستاتا او للخصياتين عشان المنطقة دي ما تسخنش معايا ما تحصلش معايا مشكلة فيها اقلع عن التدخين عشان التدخين عاملك لزوجة ما تكبرش علشان ما يتفقمش معاك السبب ابدأ اقلع عن المشاكل اللي طبيبك يقولك ابيد عنها وبالتالي مع سبير مبرو انت خضيت على المشكلة او على السبب الرئيس اللي وصلك للعرض اللي موجود دكتور يعني عايز نصيحة اخيرة لكل الناس اللي هتستخدم سبير مبرو انا بنصحكم باذن الله سبير مبرو على حسب النتائج اللي جات لنا والناس اللي ربنا صحنا وتعالى منع عليها سبير مبرو مكمل غذائي ممتاز امن مئة في المئة بدون اي صيد افكت للفرض العادي والفرض اللي عنده ضعف في الخصوبة عليك بسبير مبرو يعني دكتور ايمان بلتاجي استشار طب التكميلي ومدير المركز الدولي للطب التكميلي حضراتك نورتنا وشرفتنا معلومتك دايما قيمة وبنستمتع بيها وكل مشاهدين بيستمتعوا بمعلومات حضرتك شكرا الله حضرتك أعزائي المشاهدين زي ما شفنا في كلام في الطب النهاردة سبير مبرو هو منتج آمن وفعال لتحقيق الحلم حلم الانجاب اللي كل الناس بتبقى عايزة يكون عندها اطفال تفرح بيهم ويفرحوا معاهم يمكن المشكلة ممكن تكون وقتية لو حد خلف مرة وعايز يخلف تاني مش عارف يخلف سبير مبرو فعلا هيقضي على المشكلة الوقتية دي وكمان لو عنده مشكلة من البداية انه هو مش بيخلف عنده مشكلة في مشاكل في ضعف الخصوبة ان شاء الله هيقضي تماما على مشاكل ضعف الخصوبة سبير مبرو بيحافظ على الخصوبة عند الرجال وبيقضي على كل مشاكلها دي كانت حلقة النهاردة وان شاء الله حتى نلتقي في حلقة قادمة نتقبلوا تحياتي